فأغلبية منكم أكثرية تابعوا الهجوم على ما سمته روسيا أمس في البداية وعواجل في القنوات وفي المواقع إلى آخره محاولة اغتيال بوتين وفي الناس كانت تنتظر بعدين ظهرت الصور درون تقصف في قبة الكريملين ثم درون أخرى تقصف هناك وأيضا مخرج من عند الإعلام الروسي من أن طائرات الدرون هاجمت لكريملين قصر الحكم في روسيا في موسكو وكان القصد هو اغتيال بوتين وخرج الإعلام الروسي أو المرتبط به يشن هجومات عنيفة على أوكرانيا هذه اللي سموها أنها لعبة في يد أمريكا وأنها أرادت أن تقتل الزعيم الروسي وكلام كثير وكثير من الأقوال إلى آخره بداية الحال في ذلك الوقت تبقى الاحتمالات كلها ممكنة أنا شخصيا أكتب في تغريدة بأن هناك خمس احتمالات احتمال أن يكون بالفعل الأوكران هم الذين قاموا بها أو أن يكون هناك طرف ثالث بمعنى أن تكون مثلاً المتحدة، إيران، روسيا، إسرائيل، تركيا، ألمانيا، أي بلد طرف ثالث واحتمال أن يكون قامت بها المخابرات الروسية بدون إذن بوتين نفسه واحتمال أن تكون قام بها بوتين نفسه وذكرت احتمال آه واحتمال خامس من أن ربما بعض الروس خاصة ضباط كبار يكونوا غاضبين فربما قاموا بها هم هذه الاحتمالات المنطقية كتبتها في تغريدة وقلت خلي نشوف تطورات لكن فيما بعد لما استمعت إلى شفت بعض المواقع استمعت إلى بعض المسؤولين الروس عرفت بأن هذه العملية ما هي لا أوكرانيا ولا طرف ثالث ولا روس غاضبون ولا المخابرات الروسية بدون علم بوتين إنها عملية في قناعتي ومن خلال تحليلي إنها عملية قام بها المخابرات الروسية بأوامر من بوتين شخصيا لماذا؟ قد يسأل سؤال الإنسان لماذا؟ لأنك عندما تشوف كل الصورة وتتجمع لك المعلومات تجد أن الطائرتين تعدرون لإستخدمة طائرات صغيرة وضعيفة ومن يريد أن يقصف بوتين في الكريملين المحصن الكريملين كان في بعض اللي عندهم أماكن وخاصة تحت الأرض بالبي 52 بطائرات البي 52 ما تقدرش توصل القنابي يعني عندهم بانكرز اللي ربما ديرينه حتى السلح النووي بحيث أنه يضرب الكريملين بالنووي ما يوصلش للقيادة لأنهم لازم يحموه القيادة في شكل وهذه كانت في وقت الاتحاد السوفيتي فموجودة ما زالت موجودة هذه البانكرز بالعكس جدوهم وقووهم فالأوكران كانوا جزء من الاتحاد السوفيتي ويعرفون هذه الأشياء وبعض كيبار جنيرالات أوكرانية كانوا يخدموا في الجيش السوفيتي وربما بعضهم كانوا يحرص حتى دخل الكريملين وبعدين المعلومات على الكريملين وتفاصيله كلها موجود في الأنترنت ومقدماته عدة أجهزة مخابرات غربية فمعروف والكريملين مساحة ضخمة مئات الألات من الأمطار المربعة يعني ما هيش زوش درونز صغار يروحوا يضربوه شي يضربوه يضربوه فقط الأمر الثاني أنه لم يكن هناك أحد خاد الصور هذه الصور أخرجتها فقط البروباقاندا للمخابرات الروسية مفيش مواطنين روسيا فيها الموسكو فيها أكثر من عشرة ملايين مواطن أو أكثر بكثير فمفيش فيديوهات طرحت مثلا في تيليجرام أو في واقع التواصل الاجتماعي لا وكأن العملية خططة لها صورت في مكان ما إلى آخره الأمر الثالث ليس من مصلحة أوكرانيا أن تهاجم بوتين وتهاجم الكريملين لأن هذا باختصار بسيط كثيرين في الغرب والولايات المتحدة على رأسهم قالوا لهم لا تهاجموا الأراضي الروسية ولحد الآن ما تقوم بأوكرانيا من حل آخر هو هجومات داخل روسيا على الحدود فقط 30 كم 20 كم 50 كم في حالات معينة استثنائية وخاصة لضرب اللوجيستيك في الغالب لضرب مراكز البنزين والديزل إلى آخرها الحاجة الأخرى أن أوكرانيا في هذا الوقت تحذر وبدأ الحديث على الهجوم المنتظر فليس من مصلحتها أن توجه الأنظار إلى قضية قد تغطي على الهجوم المنتظر التي تحتاج التغطية الإعلامية العالمية له لأن هذا أيضا يزيد حمس الغربيين لكي يبعثون لها مزيد من السلاح ويقفوا معها موقف أكبر ثم من يريد أن يقتل بوتين شخصيا يجب أن يكون عارف تفاصيل التفاصيل لو كان هذه العملية مثلا قنبلة في مكتب كان يجلس في بوتين أو بقرب بوتين ممكن آه ممكن طرف آخر لكنها عملية وضحت لزاد والضحب لأنها عملية مفبركة يسموها بالإنجليزية فولس فلاك ويقدر لأي واحد منكم يكتب فولس فلاك ويخرجوا له عمليات الفولس فلاك اللي موجودة تاريخيا هناك مئات العمليات اللي أقدمت بها جهات أو دول أو يعني من بين الأمثلة فولس فلاك هل تعرفون أن المخابرات الأمريكية لما في أزمة خليج الخنازير أعتقد كان في الواحد وستين اقترحت أن تقوم بتدمير مناطق هائلة داخل إحدى المدن الأمريكية وتنسبها إلى كاسترو وللنى نظام كاسترو حتى تغزو كاسترو في آخر لحظة وقفها الرئيس كينيدي قال لهم هذه التضحية رهيبة تضحية بأعداد هائلة من الأمريكيين والكوبيين إلى شيء مرعب فوقفوها لكن الفولس فلاك هذا موجودين مثلا واحدة من القضايا المعروفة في المنطقة العربية كانت فولس فلاك كانت عملية مفبركة اللي تعرف بقضية المنشية محاولة اغتيال عبد الناصر في الخمسينات الكل فيما بعد والأحداث اللي جات فيما بعد بينت أن عبد الناصر هذه كانت مفتعلة باش يبرر بها القمع الرهيب اللي سيقوم به ضد الإسلاميين وضد اليسارين وضد كل المعارضين له وقد قام به واعتقل آلاف الناس واعدم المئات منهم باسم أنهم أرادوا قتل عبد الناصر على سبيل المثال وما فيش بلد تقريبا ما استخدمهاش لإصابات عننا استخدمت هذا الفولس فلاك في كثير من المجازر مجزرة بن طلحة على سبيل المثال مجزرة الرئيس ومجازر أخرى وأشياء أخرى كثيرة إذن هذه الفولس فلاك مفابركة لكنها خرجت في صورة سيئة جدا لأن المسؤولين الروس بسرعة اتهموا أوكرانيا وقال خرج مثلا ميدفيدف الرئيس السابق لروسيا واحد أذناء بوتين يقول سنقتل زيلنسكي الآن وسنضمر كييف لأنهم اعتدوا على الزعيم وخرج زعيم الدومة البرلمان الروسي وخرج الإعلام الروسي وخرج كلهم يقولون إذن سنقوم بتدمير كييف وقتلهم جميعا إلى آخر حشد وتجيش و كونغير دالو حاجة وينغان مثلا جاء الطائرة مثلا لو كان جيباش ديرها أوكرانيا إشو طائرات انتحارية طائرات انتحارية إلى وصلتكم الدرون الطائرات الانتحارية ثانية توصل إذن فبطاعة الحال واضح أن عملية مفبركة نشرت بعض التعليقات بعض القراءات الكثيرين يعتبرون أنها عملية مفبركة ولكن قد تأتي بنتائج مضرة جدا لأن الأمريكيين خرجوا وقالوا نحن لا نصدق أي شيء يأتي من عند الروس لكن الأكثر من ذلك هما أن الأوروبيين خرجوا على لسان بوريل مثلا هذا المفاوضية الأوروبية يقولوا لا تستخدم هذا كعذر بغض النظر عن الخلفيات لا تستخدم هذا كعذر باش تصعد وتقتل كثير والمزيد في أوكرانيا إلى آخرها فلم تأتي بالنتائج التي كان متوقع لها ولذلك خفتت حتى الهجومات اللي كانت اليوم كان فيه هجومات على أوكرانيا حيث وسعت روسيا هجماتها بعشرات مسيرات على العاصمة الأوكرانية ومقاطعات أوديسا وميكولايب وخيرسون وزباروجيا إلى آخره وأدت هذا إلى مقتل العشرات وجرح العشرات أيضا في خيرسون وحدها قالوا أن 23 قتيل وخمسين جريح وفي أماكن أخرى كانت لكن أكثر المسيرات تم الإطاحة بها وتم قصفها من الدفاعات الجولية في هذا الوقت كان زيلنسكي تحول إلى لهاي ولهاي هي عاصمة هولندا لمن لا يعرفها وهناك قال لأن هناك توجد المحكمة المحكمة الجنائية الدولية قال يجب أن تكون أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت قرار الاتهام كما تعرفوا التهموا في مرسل الماضي التهموا بوتين بأنه مجرم حرب بأن تقوم بدور أكبر لتحقيق العدالة الكاملة وهي مسؤولين التاريخية إلى آخره للأسف الخطة اللي دارت يعني للأسف للأسف بالنسبة للروس هذه أنت أنها كان هناك وجيم على بوتين وا 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 كانت خطة فاشلة وفاشلة جدا ستضعف الموقف الروسي على المستوى العالمي مثلا أعطيكم مثال لم يخرج الصينيون باش يقولوا نحن نندد بهذا العمل ضد بوتين إلى آخره لم تخرج تقريبا أي دولة ربما ما عادة بلروسيا وبالك بشار الأسد دابح سوريا اللي ربما ما نشعرف كاش مصدر من عندهم ولكن على المستوى العالمي ما خرجش دول تندد لأنها محاولة اغتيال زعيم لما تقتنع بها دول أو تتأكد لها ذلك دول كلها تخرج إذن ما جابتش نتيجة بل قد تأتي بنتائج سيئة وعكسية بحيث أن حتى لو يحدث انفجارات مثلا أمرحين يحتفلوا بعد خمسة أيام بيوم تسعة ماي الروس يحتفلون تسعة ماي الأوروبيين يحتفلون بثمانية ماي من حرب العالمية الثانية والروس يحتفلون وراهم بعام وقد يقومون باحتفالات كبيرة قد يقومون ربما في حديث الآن أنهم يقومون بتعطيلة حتى يحدث فيها شيء فكثيرين من الناس لن يصدقوا هذه كانت كارطة مهمة ورقة مهمة في يد بوتين ومخابراته لكن ما عرفوش كيفش يتلعبوا بها أو يلعبوها فإذا بنتائجها خلاص صدفات القضية لأن محاولة قتل الرئيس عنده سلاح نووي ودولة عند رئيس السلاح النووي مش سهل إذا تورطت فيها دولة أخرى إذا ما جيش الرد عنيف وعنيف جدا وهو ما لم يأتي فإما لأنها مفبركة أو لأن هذا الرئيس عاجز على أن يقوم بالحرب بوتين ليس عاجز هو قتل في مئات الألاف الآن ما بين الجرح والقتل ما بين الروس والأوكرانيين وغيرهم إذن أخطأوا في إدارة هذه القضية تماما وهناك كثير من الأسباب كلها تقول بأن الأوكران وحلفاءهم الغربيين بالعكس لا يريدون أن يعطوا فرصة لبوتين ليظهر في مظهر الضحية بل يريدون دائما تصويره واحيانا المبالغة في ذلك على أنه مجرم ووصلوا إلى درجة أن المحكمة الجنائية تهماتوا بأنه مجرم حرب من ناحية الدبلوماسية والإعلامية حقوا شيء كبير جدا في مارس الماضي وبالتالي ما يعطلوش فرصة مثل هذه خاصة بدرونز صغار وفي مناطق محسنة جدا لكن اللي ربما يطرح عليهم إذا افترضنا أن هذا من عمل الأوكران أو عمل جهة خارجية أين كانت الدفاعات الجوية وموسكو اليوم كلها دفاعات جوية مليئة الباتيمونتاح ومديرين فيهم في الدفاعات الجوية حتى في الأحياء تعالناس نهيك على فوق المؤسسات وفوق المراكس الحساسة أما حول الكريملين قبل الأربع شهر والله داروا حول الكريملين يعني أكبر جهة محروسة اليوم ربما اقترحة بيت الأبيض هو الكريملين يعني الكريملين اللي كان خايف منها في لحظات معينة لو كان هما يروحوا النووي قد يردون الأمريكيين عليهم بالنووي يهدون بذلك ويقومون بمسح الكريملين من العرض لكن مع ذلك عند بوتين والروس البانكرز اللي هما تحت الأرض واللي بعض المعطاية تقول أنهم يصلون إلى حوالي 100 متر تحت الأرض يعني تحصينات 100 متر تحت الأرض شيء مهول هذا ربما الروس يقارنونه هنا بزمن هتلر هتلر كان عنده بانكرز ليصلوا إلى 60-70-80 متر تحت الأرض بحيث تلقى ربما عشر طوابق تحت الأرض كلها تحت الأرض ومحمية حماية مطلقة بحيث أي سلاح ما يمكنش يهدد أو يهدم المبنى